بالرغم من لجوء النظام الإيراني إلى استخدام العنف واستقدام قوات من الحرس الثوري والباسيج لقمع التظاهرات الشعبية إلا أنه لم يفلح في كتم صوت الإيرانيين الذين انتفضوا على حكم ديكتاتوري مستبد في يومها العشر تتواصل التظاهرات الرافضة للنظام الحاكم في عدد من المدن والمحافظات في أنحاء إيران مستخدمة تكتيكات جديدة بعد تصعيد قوات الأمن لإجراءتها الأمر الذي أدى لسقوط قتل في صفوف المتظاهرين حيث استخدم المحتجون أساليب جديدة ساعدتهم على تنفيذها تقنيات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الجديدة عبر الهواتف النقالة التي لم تكن موجودة في الانتفاضة الخضراء عام 2009 كما تمكنوا من تغيير ساعات التجمعات وأماكن الانطلاق وتحديد حركة المسيرات لضمان استمرار التظاهرات ومنعا لسقوط الضحايا تقول المعارضة الإيرانية أن عدد القتلى برصاص قوات الأمن بلغ ما يقارب الخمسين قتيلا بينما اعتقل نحو ثلاثة آلاف متظاهر لكن النظام اعترف رسميا بمقتل 22 متظاهرا إلى اليوم على الصعيد الدولي يبدو أن الملف الإيراني سيزيد الهوى من جديد بين الولايات المتحدة وروسيا كما السيناريو السوري فروسيا انتقدت سعي أمريكا لعقدها جلسة في مجلس الأمن حول التطورات الإيرانية مؤكدة على لسان مندوبها أن الاجتماع الذي عقد لا يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي وفي كلمته خلال الاجتماع قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو إن واشنطن تجاوزت سلطاتها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن لعقد الاجتماع ومؤكدا أن لدى نظامه أدل لا تثبت بأن ما يجري موجه من الخارج رواية جاهزة ليس مستغرب إخراجها إلى وقت قريب اعتقد النظام الإيراني أنه بمعزل عن حركات التغيير وبأن استغلاله لأزمات المنطقة سيمنع وصول له بالثورة إلى إيران متناسيا أن براكين التغيير قادمة لا محالة